السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي جماعة ما اعملين ايه? معكم انا احمد من قناة جماعة اكستو. في الساعات الماضية من اليوم كده من اربعة وشرين ساعة بالزبط نيزل كراك لوندر شير اه فلمورو اكس. البرنامج ده زي ما انتم شايفين اللي هو قدامكم ده تمام? مفروض انه هو منتاج للفيديوهات وفوتوشوب للفيديوهات وتقدر تعدل عليه الفيديوهات وهو بصراحة برنامج احترافي ورهي. البرنامج ده زي ما انتم عارفين ان هو النسخة المنجانية بتاعته بتبقى بتنزل انك تقدر تعمل اه ما بتقدرش تعمل الجودة العالية قوي يعني مسلا اخرج بتبقى على معتاكة الف وتمانين اتش دي ما بتتبقىش الفور كي او تو كي وايضا اه بتبقى فيه علامة مائية للفيديو البعد ما اه ما تقدر تعمل له تصدير الجاز بتاعك. فطبعا انت بتم احتاج كراك او تكرك الفيديو ده او ازف تكرك هذا البرنامج. فالمهم ان فيك اه في نزل الكراك ده جماعة من طبعا انا دلوقتي في صفحة في ناس كتير منزلك كراك ده وهفاهمك دلوقتي كراك ده لازم هل هو حقيقي ولا هو مش حقيقي لان ده حاجة طبعا ايه لحظتني لان ناس كتير جدا منزلها وطبعا اه انا مش هبين الكنوات عشان ما ينفعش اه يعني يعملوا اللي يعملوه المهمة تمام فانا بس حبيت اوضح الحاجة زي كده بص يا باش اول حاجة انت هتلاقي الباسورد بتاعه اللي يقول لك اي حاجة عشان تبقى فاهم معا مش لازم البرنامج ده اي حاجة الباسورد بتاع واحد دين تلاتة اربعة على ما افاكم بتبقى كلها بتبقى فيروسات تمام دي اول حاجة تاني حاجة ان انت عندك لو اشترك زي ما انت شايف كده بيقول لك خمسة ميجا يا جدع طبعا انا عايز اعملنك بالله انت انا اعمل بالله البرنامج ده عشان بينزل باوعد التسطيب بيبقى حوالي جيجا وامتين ميجا او حاجة زي كده هتنزلوني انت ازاي خمسة ميجا طيب في كنوات تاني يوتيوب تانية شرحة البرنامج بنزلها اقل حاجة تلتمية وسبعة وتمانين ميجا او تلتمية وخمسين ميجا هو ده الحقيقي اما حضرك لما هتنزل لي البرنامج ده انا هنزله معاك هوت وهعمل وهعمل له تمام وهتشوف قدامك تمام بالاداة اللي معايا تمام هفتحها قدامك هوت عشان تشوف هل ده فيروس ولا مش فيروس تمام وقفل نت كمان عشان ما طيب المفروض ان انا دلوقتي نزلت البرنامج هروح عليه هوت قدل في المورو نستوله اللي انا نزلته تمام اعمل له اكسرات هير وبعد كده نكتب واحد اتنين تلاتة اربعة اللي هو عايز طيب المفروض اللي ده كده هو الايه هو البرنامج المفروض ان حضرتك اول لما هتطغر على الكلمة هنا انت كده خلاص بقيت تحت طوع تحت طوع اللي عامل الفيديو ده يعني يعني اللي قدامك ده مش البرنامج حضرتك ده حضرتك انا لو اتغطت على ده اللاب او الكمبيوتر انها مسجل بيه ده خلاص هو كده اتدمر ليتدمر مالور وفيروسات لا اراضية فبقى انا عايزك تأكد للكلام ده قدامك هوت حضرتك هتضغط على كلمة اسكان وبعد كنا هروح على تبسل اسكان وهروح على المكان بتاعه تمام واروح على وهعمل اسكان وتشوف حضرتك قدامك اهوت تمام هتشوف دلوقتي بعد ما هيعمل الاسكان تمام هتشوف دلوقتي كلمة شوف اهوت اول حاجة اخدها اهوت هو ده هتلاقي كلمة ده راحت خالص تمام اول لما هعمل بص كده على تمام اتشال ولا متشالش معنى كده ان ده ايه معنى كده ان ده فيروس مالور خطير للجهاز بتاعك جامد فانا حبيت انصحكم واقول لكم ان ما تحملوش البرامج دية تمام اه الكراك اللي عندي انا النهاردة تمام هو كراك بيشلك العلامة المائية وبيرضك بيمزل كراك الحقيقي بقى الكراك الحقيقي للبرنامج هنتزيب لكم الرابط بتاع ده اسفل الفيديو بتاع بتاع البرنامج بتاع الويندرشير فروم الاكس الفين اتنين وعشرين البرنامج ده حجمه حوالي قبل الضغط التومية ستة تمانين ميجا وبعد الضغط تمام وبعد الضغط حوالي آآ ستمية ميجا او حاجة زي كده تمام مش ما قادراش اه برضك توتومية خمسة سعيد انا اسف تمام المهم مش مهم بس المهم ان الكراك بتاعه بعض الملفات بتاخدها كوبة حطها فيه بعد ما تسطب البرنامج والبرنامج هو هشغله لكم قدام اوه عشان برضك ما تقول اي حاجة اوه زي ما انتم شايفين ده كده تمام هيا مش هينفعض ضغط ياس ده كده لو ايه اه قدامكم زي ما انتم شايفين كده البرنامج اه بيفتح ع hargid طبعا ده عشان انا كنت مسطب بس الااا فانا بقول هدمسح الااديم ده واحط اجد فانا مش هستطب حاجة اوه بس زي ما انا بقولوك كده انا بحزركوا بس من الحاجات اللي قدامكو ديت تمام لان اتشار الفيروس ده جامت وبرك فيه يعني لو انت اي كراك او انت بتدور على اي كراك لازم بتبقى من فيروس اصلا يعني هو الكراك اصلا لواحد وببيقى فيروس اصلا بس فيروس عن فيروس يفرق تمام? فيروس ضمن越inhas جهاز او فيروس ايه اجواء اللعبة نفسها اللي انت بتلعبها في بقالي لك من مواارد من موارد اللعبة شوية من حاجات اللعبة شوية هي خلاص اوكي بس ما يقال ليش انا من موارد الجهاز او باوصل 리 حاجة تمام? وطبعا انا مجربني يعني انا كنت زيكو عشان مش انا مش هغلط او مش همش اقول انا مش متكبر ولا حالة انا بالزبط حصل معايا الموكف ده وكان يعني كان الجهاز بتاعي كان شبه خربان بسبب الفيروس ده عشان بس فتحت الملف حاجة ملفي زي ده بكان كيراك برضو ارموه يكون خيرا هس الفيديو النهاردة وياريت يكون استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته